قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وما توفيقه إلا بالله هذا وإلى أن ترد الأسئلة من الإخوة والأخوات أستعين بالله للإجابة على هذه الرسائل القصيرة التي منها رجل حلف على زوجته بالطلاق ألا أجمعهما بيت إذا لم تخبره بكلام أشيع عنه ولم تخبره بهذا الكلام أختار من أقوال الولماء في هذه المسألة والألم عند الله تعالى أنه يكفر كفارة يمين ولا يحسب له تطليق هنا لا تحسب تطليقة ويكفر كفارة يمين بإطعام عشرة مساكين والله أعلم أيضا يسأل عن تحريم الزوج لزوجته هل يقع به طلاق إذا قال لها أنت محرمة علي فأقولها بالله التوفيق إذا قال لها أنت محرمة علي بهذا القذر المقتضب فيكفر كفارة يمين وذلك لقول الله تعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك إلى قوله قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم فيكفر كفارة يمين ولا يحسب تطليقه حينئذ وبالله التوفيق يسأل سائل هل قراءة القرآن يصل ثوابها إلى الميت أقول بالله التوفيق إن قراءة القرآن لم يرد عن الرسول أن ثوابها يصل إلى الميت ولو كان يصل إلى الميت لقرأ النبي صلى الله عليه وسلم القرآن لأموات ولواب ثوابه إليهم فلما لم يرد أن النبي فعل ذلك كان المنع منه أنزم والله أعلم يقول ما حكم الإقامة في أوروبا الكافرة من أجل طلب الرزق إذا كنت تعمل هناك في مكان آمن آمن على دينك وتؤدي فيه فرائض الله التي افترضت عليك فلا بأس بذلك أما حديث أنا بريء من المسلم يعيش بين الظهراني المشركين ثم قال لا تترى نارهما فحديث أصاب فيه أنه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم إن معنى كلمة أنا بريء أي أنه إذا أصابه شيء لست بمسؤول عنه والله أعلم السلام عليكم عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله أسمع تشيخني إليه سؤال بعد تفضل نسمع تاني أحداك أنا كنت بيصلي الظهر وبعدين كنت حطت إيدي على السرة كده فجي أحد الإخوة ونصحني قال لي لا حرام يعني مفروض اللي هي بترفع إيدك من فوق السرة لأن العورة بتبدأ من السرة لحد الكعب فأنا مش عارف يعني هل الكلام ده صح ولا لا والأوضاع الإيد يعني تحط فيه الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد فالأخو يسأل عن وضع يده اليمنى على يده اليسرى أين يكون ذلك أثناء الصلاة هل على الصبر هل على البطن هل على الصرة هل على أسفل البطن هل عند النحر كل ذلك لم يثبت فيه أي خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواية التي هي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يده اليمنى على اليسرى على صدره هذه رواية مرسلة ولا شهد شاهد فلا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا فالأمر على ذلك واسع إن شئت وضعت اليمنى على اليسرى على الصدر إن شئت وضعتها على البطن إن شئت وضعتها على الصرة إن شئت وضعتها عند اليمين من البطن إن شئت عند قريبا من النحر كل ذلك لم يثبت فيه خبر فالأمر في ذلك كله واسع والذي ورد عموم كعموم حديث سال بن سعد رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم واضعا يده اليمنى على اليسرى على اليسرى عفوا عفوا حديث وائل بن حجر رأيت النبي صلى الله عليه وسلم واضعا يده اليمنى على اليسرى زيادة على صدره لا تثبت أما حديث سال بن سعد فلفظه مطلق أيضا أمرنا بوضع أيمننا على شمائلنا في الصلاة من غير تقييد والله أعلم السلام عليكم نعم الحمد لله كل عام وانت بخير وانت طيب انا بالنسبة شيخ اليمين مثلا الواحد مثلا حلف باليمين مثلا ان مثلا هم عمل حاجة دي وعملها مثلا او مثلا انا العليا اطلق معنا حاجة دي وعملها ايه المخفوض مثلا الكفارة تعكيدا كفارة ذلك اطعام عشرة مساكين من طعامك المتوسط كل مسكين وجبة يعني عشر وجبات من طعامك المتوسط ان عجزت عن ذلك صمت ثلاثة ايام والله اعلم يقول السائل ما حكم تعليق الصور الفوتوغرافية لاصحاب المنزل في منزلهم سواء كانت صورا ملونة او غير ملونة او كانت صورا مرسومة باليد يسأل عن ذلك اقول هذا لا يجوز قد قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الملائكة لا تدخل بيتا في كلب ولا صورة ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لا اين المصورون قال ابن عباس ان كنت صانعا فاصنع الشجرة وما لا روح فيه والله اعلم السلام عليكم الله بركاته نعم الله بركاته تفضل نعم لو سمحت فيه امام يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيه امام يقول السلام عليكم ورحمة الله فقط من ايه اللي نمش عليها ان شاء الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد فاكثر صفة كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج بها من الصلاة السلام عليكم ورحمة الله على اليمين والسلام عليكم ورحمة الله على الشمال وبهذا جاءت الرواية عند الامام مسلم هذا وقد ورد احيانا انه كان يزيد وبركاته عن اليمين مع نزاع في ثبوتها فعلى فرض ثبوتها فتفعل احيانا اما غالب الاحيان السلام عليكم ورحمة الله عن اليمين والسلام عليكم ورحمة الله عن الشمال هذا والسيء اللي يسأل ما حكم الغناء مع بيان الادلة فاقول وبالله تعالى التوفير هذا الى فاصل قصير ونعود ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بفتاوى كرآنية سيجيبون عن الخبر لفلاح الانسانين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد يسأل الاخ عن حكم الغناء مع الادلة اقول وبالله التوفيق الغناء فيه تفصيل ولابد فاذا كان غناء مصحوبا بالمعازف فالمعازف محرمة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يكونن من امتي اقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف اما اذا لم يكن مصحوبا بالمعازف فالامر فيه ينبني على الفاظ هذه الاغنية ان كانت الفاظ الاغنية تحمل فحشا او تشجيعا على المخرمات فتحرم لان الله لا يحب الفساد اما اذا كانت تحمل معاني طيبة وبدون معازف وفي المناسبات فلا بأس بذلك ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها لما رجعت من عرس من عند الانصار ماذا كان معكم من اللهو فان الانصار يعجبهم اللهو وايضا كان النبي مع اصحابه يقول اثناء حفر الخندق اللهم لولا انت مهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فانزلا سكينة علينا وثبت الاقدام ان لاقينا ان الالى قد بغوا علينا بغوا ان ارادوا فتنة ابينا ان ارادوا فتنة ابينا فاذا كانت الاغنية ليست مصحبة بموسيقى ولا تحمل فحشا من القول ولا مخرما وكانت في مناسبات فهذا جائز وان لا فلا والله اعلم يسأل سائل ما حكم استخدام الهاتف المحمول اذا كان لا يمكن وضع نغمات غير موسيقية عليه هذه ضرورة واذا كان لا يمكن وضع نغمات الا النغمات الموسيقية فالجهاز لا نقول يتلف انما ان عجلت ان وضع نغمات طيبة فاتق الله ما استطعت وعجل بالرد حتى تقطع هذه الموسيقى والله اعلم يقول كنت اعاني من الوسواس اثناء فترة بلوغي مما اضطرني للأسف لترك الصلاة احيانا فكنت احيانا اصلي حينما يشتد علي الوسواس اترك الصلاة الا احصي عدد الصلوات التي فاتتني بالضبط لكنها قرابة سنتين طبت ماذا اصنع عليك باعادة هذه الصلوات بالطريقة اليسيرة عليك والله اعلم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وابتعاوز نسأل بس اشتنا الشيخ عن حاجة حصلت لكده كنت عامل تياعنى في عربية لانا خبطت ده توف بتعاوز اعرف ان كان علي اي حاجة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد اذا كنت قتلته بطريق الخطأ ده سنب السيارة فعليك الكفارة المتمثلة في الدية المسلمة الى اهله والمتمثلة في تحرير الرقبة المدية المسلمة الى اهله فهي عليك وعلى العصبات اي عليك وعلى قراباتك من الزكور عليك وعلى قراباتك من الزكور فقد رأى فيما يقدر في المجام بعض المجامة الفقهية لأهل الامل ستة ومئة من الامل ولأهل الفضة ستة وثلاثين ونصف كيلو جرام من الفضة عليك ايضا تحرير الرقبة ان لم تجد الرقبة ادفع سمنها للفقراء لغير اصحاب الدية الرقبة تقدر بعسر الدية هذا وان عجزت عن هذا وذاك فعليك بصيام شهرين متتابعين هذا اذا كان المجني عليه لم يخطئ وانت الذي اخطأته اما ان كان طريقا سريعا وهو الذي تعدى واخطأ فيحمل نسبة خطأه وتخصم نسبة الخطأ من الدية والله اعلم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم تمام كان جنبها قطعة ارض فدلوقت المسجد ده تهدم عشان هيتبني مسجد جديد عليه فالقطعة الجنب وبتاعة القطعة الارضية ديت كانت تتباني الدار تحفيز القرآن وكده فاحنا نقلنا الحاجات اللي في المسجد داخل الدار الدار تحفيز القرآن فبقينا نصلي فيها الاوقات الاوقات الصلاة كلها ففي ناس طلعت عندهم مثلا سبعين سنة وكده قالوا من اول ما تولدنا احنا عارفين اللي الحتة ديت كان مكانها مقابر فما يجوز الصلاة فيها فاحنا عايزين يا رب ان كان يجوز او لم يجوز الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد فاذا كانت مقابر ونبشت فلا بأس بانشاء مسجد فوق الارض التي كانت مقابر ونبشت فاذا نبشتم العظام منها زياز بناء مسجد عليها ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قبورا نبشت وكان خربا سويت وكان نخلا قد قطع فلا بأس اذا نبشت المقابر واستخرجت العظام وأبعدت ان يتخذ مكانها مسجد والله عالم السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضلت الشيخ ازاي حضرتك الحمد لله بارك الله فيك لو تكرمت عندي كم سؤال عند حقك ووقفين معايا بس عيانا فضل حكم من تزواجت من غير ولي مخالفة للنص الصريح فانكحهن بإذن أهلهم وخصوصا من قانون المصري يبيح يعني لو لو أحد أخذت واحد ورح عند المأزول من غير ولي فأترطر علي ان هما مخالفين النص الشرعي الآية القرآنية وأي مخالف نكحت أو نكحت بغير إذن وليها فزواجها باط وما يترطب عليه ده حركة السؤال الأول حركة السؤال الثاني حكم من وجد امرأته ترتكب الفاحشة فقتلها وقتل من يتكب مع الفاحشة والتكرار العمرة في الصفرة الواحدة وصلاة الفرد في الطائرة إذا كانت الصفر من لمدة أكتر من 12 بتاعك فحيصلي وهو قاعد وطبعا من أركان الصلاة أو شروط الصلاة القيامة في الفرد وربيني يجزي حضر بتكفير يا رب رأيكم تفضل السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته من فضلك عايز أーム حياتك في القول اللي بيقول ان ربي سبحانه وتعالى فضل الرجل على المرأة ان في الاية يعني ان ربنا الفضل فضل بعضكم علي بعض فهو بيقول ان فضل الرجل على المرأة وان فعلا الرجل ليه فضل على المرأة في كل حاجة وان هي درجة تانية حتى عند ربنا سبحانه وتعالى مش بس ك pedوس في الأعمال وكده لأ هي درجة تانية وهو ربنا خلقها عشان تسري عن الرجل في الجنة فهل دي ما كانت المرأة في الإسلام الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد يقول الله تبارك عفوا الأخو يسأل عن رجل واجد مع امرأته رجلا فقتلهما يقول بالله التوفيق من ابتلي بشيء من هذه الخذورات فعليه أن يلاعن يلاعن لنفي الولد لأن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن مثل هذا عن رجل واجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم ماذا نصنع فنزلت آيات الملاعنة فمن واجد مع امرأته رجلا فقتلهما فينبغي أن يرفع أمره للقضاء للملاعنة هذا المفترض لكن إن قدر وقتلهما إن قدر وقتلهما فلا أحفظ فيه شيئا إلا العمومات التي وردت في أن القاتل يقتل لكن هل يعافى نتيجة غضبه شديد من ذلك لا أحفظ نصوصا في هذه المسألة إلا أقوالا لبعض علماء المذاهب إلا لبعض علماء المذاهب هل يخفف عنه بعض التخفيف لكون عرضه انتهك أم لا كنص من كتاب صريح أو من سنة لا أحفظ شيئا ثابتا إلا قول سعد بن وبادل النبي صلى الله عليه وسلم لوجدت رجلا مع امرأتي لذربته بالشيف غير مصفح وقول النبي أتعجبون من غيرة شعد كنك قضية والحكم فيها فلا أحفظ فيها إلا ما ذكرته والتحرر لمزيد أقوال للفقهاء فالنصوص فيها شحيحة إلا ألعوم مات الواردة بالقصاص والله أعلم السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبرك الله فيك فضيلة الشيخ وإيك حضرتك دعي لي والله أنا وأولادي الله يوفقنا وياك وإدعي الأخي بفكر قربه عاجل غيره عاجل يا فضيلة الشيخ الله أمين يا رب وحضرتك ليه سؤال يعني بالنسبة حضرتك للعبسة اللي هي بين الحواجب هل شيئة حرام لو هي كانت شكلها بشع يعني في النساء ولو فيه برضو شعر الحواجب غزيز جدا لو قصنا بينه برضو يبقى حرام ولا حاجة يعني تقول لي حضرتك العمل في العبسة بالذات اللي بين الحواجب حضرتك وغزاك الله كله خير السلام عليكم السلام عليكم طيب أسأل الأخ عن تكرار العمرة من التنعيم تكرار العمرة من التنعيم صنيع لم يصنعه النبي صلى الله عليه وسلم ولا أعلمت عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم اللهم إلا إن عائشة لما أدخلت الحج على عمرتها فلم تعتمر وأرادت أن تعتمر قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا بي عبد الرحمن به إلى التنعيم وقال هذه مكان عمرتك التي كنت أهللت بها أما تكرر عمرة من التنعيم في السفرة الواحدة فصنيع لم أره عن الرسول عليه الصلاة والسلام وأكثر العلماء على منعه أما السفر الطويل الذي هو 12 ساعة أو أكثر ماذا ستصنع إذا كنت يمكنك الجمع بين المغرب والعشر مثلا فاجمع ولو جمع تأخير أو بين الظهر والعصر فاجمع تأخير أو تقديم لكن إن كان وقت العصر سيفوتك مثلا صلي وأنت جالس لقول الرسول عليه الصلاة والسلام لأمران بن حسين وكانت به بواسير صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب وكذلك للعممات كقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها والله أعلم السلام عليكم وعليكم السلام عليكم وبركاته نعم لو سمحت يا شيخ أنا أنا أعدى مع حماد أنت بوجه مع حمادك وبعملها والله ربنا يعلم بما يرضي الله خالص وهي بتتكلم عليك لما بيحصلش وبتحاول توقع المهم المهم لا تخطيف يا حمادك على لواتف المهم فأنا ينفع أوجهها مثلا أقول له أولى من صبر وعفر إن ذلك لمن عزم الأمور والكاظمين الغيظة والعافين عن الناس والله يحب المقصنين تصبري وتعملي بالحسن والمعروف وسيجعل الله بعد عسل النسرة الأخت التي سألت نعم السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام إذا حددك يا فضلت الشيخ الحمد لله فضلتك أنا بنسأل بس سؤال كده الجماعة عندي مرتدي النقاب بقالها حوالي ثلاث سنوات وبعد وفجئنا يعني حاليا كل ما بنخرج بصبص عشديد جدا فروحنا كشفنا فقالوا إن بيجينا نعمل الهبوط والضغط فقالوا طبية المفترض إن الموضوع النقاب بالنسبة لها صعب شوية فأحنا هي بتقول أنا أقدر يعني أنا مستعدة أدني مستمرة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد الأخت التي تسأل عن قول الله تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم هل تسأل هل المرأة خلقت فقط لاستفتاع الرجل بها كلا بل ذلك كلام لا يصح إنما كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فكلنا خلقنا رجالا ونساء لطاعة الله سبحانه وتعالى ولقد قال تعالى أيضا في شأن النساء ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ولرجال عليهن درجة لهم مثل الذي عليهن وإن كان الرجل مفضل عليها لكونه ينفق لكونه أكمل عقلا لكن إذا كانت المرأة صالحة بلا شك فأفضل عند الله من ملايين الرجال الفساق الأنصاء وهي فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من ملايين من البشر وأفضل من ولد نوح الكافر بلا شك نوح عليه السلام كان له ابن كافر فإن أكرمكم عند الله أطقاكم يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا إن أكرمكم عند الله أطقاكم إذا كانت المرأة تقية فلا منزلة كريمة عند الله غاية الأمر أن الرجل فضل في بعض المسائل كتفضيله مثلا في الميراث لكونه ينفق والمرأة ينفق عليها ف حاضر السلام عليكم عليكم السلام عليكم وبركاته وفضلت الشيخ ربنا بركة حدثة تفضل وياكم بوقت الله أكلمك فيه اثنين جيراني واحد فيهم كان معك والتاني جال له قديني فلوس معك مستثمرها لكثير روي الصاحبي بيستثمر فلوزيك مقابل كل الخمس شهور بنصفه مرة بتاخد نسبة أرباحك خد منه ستاشر ألف جنيه الطرف الثاني ده خد من الطرف الأول ستاشر ألف جنيه خد الستاشر ألف جنيه وعطاهم للي هو عارفه اللي هو صاحبه ليك اللي هو ايه الطرف الأول ما عرفوش أكثر خالص وجال له بعد خمس شهور نصفه مرة وتاخد أرباحك وتاخد برأس مالك أو تكامل تاني بعد شهرين بزرت من تاريخ أرب الفلوز جال له لا ده الطرف التالك اللي هو انا وديت الفلوزي ما صب عليا وطلع مصاب وخد الفلوس وراح بيها وكلام منك الطلع فعلا الطرف التالك ده سعلا رأي المصاب ودخل السيج الأولان الوسيط دلوقتي هو اللي ضامن الفلوز يدفعها من الطرف الأول ولا الطرف الأول فلوس وراحت على كده الرشيد كان بأمنا خلاص خلاص فلوسك عندي وانا عرف رجل كويس اذا هو الضامن خلاص اذا فحشت فحشا عظيما فيمكن تقصيرها لازالة الفحش اذا زادت زيادة مضرة والمرأة التي حاجبها غازيرة اذا كانت تؤذي الابصار فتقص ويدفع الضرر أموما يدفع الضرر اذا لا ضرر ولا ضرار قد قال تعالى فمن طول غير باغ ولا عاد فلا اسم عليه اما التي تعبت من النقاب اذا كان قولها حق وأن النقاب سبب في ضيق نفسها وفي مرض قلبها فلا ضرر ولا ضرار ولكن تقلل من الخروج ولتتقل لها ما استطاعت بارك الله فيكم السلام عليكم السلام عليكم السلام ورحمة الله شوخ مصطفى نعم اه 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 برجع كل كم سنة نعم برجع كل كم بيرجع كل سبع سنين هذا ظلم هذا ظلم هذا ظلم للزنجة ان تطلب الطلاق للضرر اذا تدررتي لك ان تطلب الطلاق للضرر لكن بهذا التوصيف ظلم فالرجل رائع في بيته ومسؤول عن رائيته والله تعالى اعلم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم شيخ انا كنت عاوز ارسألك عن رائعاته من البنك الوطن الاجتماسي بالتعاون مع ابنك ابوذب الإثناني هل هذا خلال او حرام وانا مثلا سألتهم انه انه يجب لذنة شرائية فيه احتي الكريمة ابتعدي عن كل هذه البنوك ابتعدي عن كل هذه البنوك ابتعدي عن كل هذه البنوك فهذه البنوك لا تقلع ابدا من الربا ابتعدي عنها ولا تنخدعي بالشعارات ولا باللجان الشرائية البنك سيوظف واحد يغطيه في الشهر 150 ألف ويفتيه بالذي يريد ويدلسون على العباد ابتعد عن كل هذه البنوك بارك الله فيك وقلي من الحلال الطيب وليس من شكر النعم إذا أنعم الله عليك بالمال أن تأكله من الربا السلام عليكم يقول السائل إنه طبيب يعمل في سلطنة عمان براتب شاري قدره 485 ريال عمانيا تعادل 1250 دولار هل يجب إخراج زكاة المال على قيمة الراتب الشاري نفسه أم على ما أدخره أو أستثمره منه الراتب ليس عليها زكاة لكن إذا استمع معك مال بلغ النصاب وحال عليه الحول أخرجت زكاةه فرضا أم الراتب الشاري فليس عليه زكاة والله أعلم يسأل هل يجد شراء عمارة لإسكان مساكين وفقراء من مال الزكاة هذا لا يجوز وبالله تعالى التوفيق يسأل سائل ما هي الكيفية التي تؤدى بها العقيقة بصورة أفضل أقول بالله التوفيق بأية صورة كانت إذا كنت ستعق عن أبنائك عن الولد شاتان مكافئتان عن متماثلتان في الشكل تقريبا وعن البنت شا ويكون ذلك في اليوم السابع ووزعت كيف شئت ليس هناك نص ملزم بكيفية التوزيع العقيقة إن شئت أطعمت الفقراء إن شئت أهديت إن شئت أكلت بالمقادير التي تريد فبكل ذلك لا بأس عليك كل ذلك لا بأس عليك منه وأيضا يجوز لك أن توزع الطعام نيئا أو توزعهم مطهيا ولا جناح عليك ولا إسم عليك في ذلك والله أعلم السلام عليكم ممكن أسألك سؤال فضل الشيخ فضلي أعجب أسأل على مالك كنت ورسعنا أبويا فقويا أخدوا مني ثلاث وكنت حتى في البنك يتلعني منه أرباح فقال لها ديكي كل شهر حاجة فقال في مرة إيه وقلت له إيه أنا عايزة إيه حقي مش عايزة تديني حاجة وحلفت مرة بالله ومرة قلت عليها الحرام هل الحلفان تواقع ولا لأ والسؤال الثاني عاز عاز أعرف لو خدت الفلوس وحطتها في البنك يتلعني منها أرباح عايش منها وما شوف لي مصدر حلالها عايش منه هل يبقى حرام ولا حلال الحمد لله والصلاة والسلام عصولها بعد أما عن يمينك بالله إن أردت التراجع عنه فلك أن تتراجع عنه لكن تكفري كفرة يمين بطعم عشرة مساكين لكن معاملتك مع أخيك حرام لأنه اقترض مبلغا ويعطيك كل شهر نسبة فإذا كالبنك فعمله محرم لكن إذا كان يتاجر في المال ويعطيك نسبة من الربح اتفقتم عليها فلا بأس لكن إن كان قرضا ومن أزل قرض يعطيك مالا فهذا المال حرام وعليك أن تتوب إلى الله مما صنعته أما كونك تأخذ المال من أخيك وتدعيه في البنك لأخذ أموال منه أرباح منه فهذا حرام سلمنا الله وإياك من المخرمات والله أعلم السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم قبلت الشيء نعم أنا عايزة أسأل سؤال لليها بنت متووزة وليها غطانة وقالها ثانا دلوقت السبب يعني حماها وحمتها وزوجها دربها ما السؤال يعني زوجها دربها وخرجها من بيت طيب ما السؤال أنت ترفع لي قضية بأبيت طريقة نعم ادخلوا قوما للإصلاح بينكم وإن عجز القوم رفعتم قضية على الزوج الباغي السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أيها شيخ مصطفى نعم أنا متقدم لي إمام وخطيب مسجد المسجد ده في مشاكل فالأخ ده ما بيروحش والأواف عارفة ما بيروحش فهل الراتب حلل أم حرام إذا كانت الأوقاف التي أعطلته لم تكلفه فراتبه حلال أم إذا أرسلته إلى مسجد آخر وتخلف هو فحينئذ في الراتب نظر والله أعلم السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام بطل الله وبركاته نعم وعليكم أعزة أسألك سؤالة مفرطة شيء أتفضل يا أختي معي أختنا من الزاوزة فظلها سهر ونص بس يعني ما أردت يا رب لنها لست عميره فبكل جازة يجي مخاوفات جديدة ومش بيقدر يعني يلمس مهم أختي أي أختي كم الزاوزة من سنة ونص بعدين يعني بس لسه مع دخلات يعني إذا كان زوجها مريضا لم يستطع الوصول إليها فاطلبوا الفراق اطلبوا الفراق إذا فشلت العلاجات ويكون حينئذ طلاقا للضرر ولا مستحقاتها لكون غشهم والله أعلم يقول ما كيفية صلاة الشفع والوتري صلاة الليل مسنا مسنا إذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه أرجح الصفات وإن كانت هناك صفات أخر فصل ركعتين وسلم وركعتين وسلم إلى ما تشاء وفي الركعتين عن أخيرتين قبل الوتر اقرأ بصورة الأعلى بعد الفاتحة استحبابا ليس إجابا وفي الثانية بصورة الكافرون بعد الفاتحة استحبابا ليس إجابا ثم بعد ذلك إذا سلمت من الركعتين قم فأوتر وصل ركعة الوتري ركعة واحدة ويستحب لك أن تقنت فيها بعد الركوع والله أعلم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم يا فضل تسخي أعوز أصلك سؤال نعم أنا كنت مخقوبة قبل كده مسحورة ومحصوصي نصري طيب رفع دلوقتي يا أخو خطيب عوز خدمة هل يجوز النعم أخو خطيبك يريد الزواج بك أي يا جوز يا جوز يا جوز إذا كانت خطوبة فقط إذا كانت خطوبة فقط لكن البعض عن هذا الموضوع أولى لتعلق الرجل الأول بك ولقربه منك لكن الحلال حلال السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم نحن نحبك في الله أحبك في الشيخ أحبك الله أحبك الله أحبكم الله لأ حضرتك حصل معايا شيخ مونك ربنا يا باريك فيه وضر عني فكنت رايحة اشتري ذهب لجوكتي فوأنا فاشتري الذهب فروحت اشتريت من واحد يعني واحد عرفي يعني شخصيا جال بجاره يعني ووأنا باشتريت ذهب تمام الفلوس ما كملتش فعطيته أعطيته المال فقالتوله طب خلط ما ديش مش كده بقى كده قال لأ أم خلط من يماشي الفلوس فلو كده فلو كده خلط بقى بكرة بعد بقى تفلس بعدين فالديت المبلغ وكان بقى خمسمائة جنيه فالموم راح تجيت بديته الثاني يوم فعرفت من الأجل في الذهب لا يجوز فمعرفش كان كلام دون نعم لا يجوز بيع الزهب بالآجل لأن النبي صلى الله عليه وسلم نعم بيع الزهب بالذهب إلا مثلا بمثل يدا بيد هاءا وهاء نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الزهب بالذهب إلا مثلا بمثل يدا بيد هاءا وهاء هكذا لكن فالك على ما يبدو كان بجهل والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أحد أحب إليه لغزر من الله عز وجل فأنت معذر بجهالتك والله أعلم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله نعم لو سمحت فضلت الشيخ نعم أنا وجوزي اا اتمنى اتمنى صاحبتي وجوزها على سر معاي حضرتك نعم وجوزها قال السر ده السر بتاعنا قاله لأهله وهي صاحبتي قالت لي أنا الموضوع ده فأنا أقول لجوزي ولا أسيب جوزها هو اللي يقول له هل يترتب على ذلك ضرر ما يترتبش إلا لو جوزي عرف ان هم قفشوا السر لا يعني افشاء السر مترتب عليه ضرر مش مترتب عليه ضرر إلا لو زوجي عرف ان هم قالوا السر عرف من بره ان هم قالوا السر ده لكن أنا بسأل سؤال آخر مستقل يعني إذا السر هذا خرج في ضرر هيقع عليكم لا ليس في ضرر إذن اسكوتي أنت اسكت إلا تسيري مشاكل إن إذا كان في ضرر هيترتب على إفشاء السر السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام الحمد لله انا شغال انا شغال اا مقاول مقاول في الاا اا دكورو كده ما عارسك ما انا شغال في الدكورو شغال مع مهندس المهندس ذا اللي بيجيب للشغل اه فدلوقتي العملاء بتوعه لما بروح عنا عمل لهم الشغل بيبوا عايزين ان انا اشتغل لهم الشغل بعد كده وما يطلبوش المهندس ده تاني فهني اجوز ان انا اشتغل معاهم على كده انت كيب هذه الطريقة ستكون خونة المقاول اا بالزبط كيب استسمحه السلام عليكم السلام عليكم لو سمحت يا شيخ مستفى ان عايز اسمع نعم اجابت سؤالي الامام الخطير اللي متقدم للاخت انا اقول اذا لم يكن هو مقصر من نفسه فراتبه حلال اما اذا كانت الاوقاف هي التي يعني تكلفه بعمل ويعرب حينئذ راتبه في حرام لكن اذا كان المسجد الذي يعمل فيه تعطل والاوقاف لم تكلفه بعمل جديد فلا شيء عليه اما اذا كان نايم في البيت والمسجد مادوم من سنوات وهو متفق مع الاوقاف الحرمية مثله ان يأخذ الراتب وفي البيت فلا تتزواج لين دينه رقيك بارك الله فيك السلام عليكم يقول ما حكم من علق طلاق امرأته على امر ثم طلقها وارجعها ووقع ما علق عليه عليه كفارة يمين لان الطلق الرجعية لم تزل المرأة معها زوجة عليه كفارة يمين كيفية التوبة من السخرية بالاخرين تب الى الله واطلب مسامحة الاخرين قدر سطعتك والله اعلم السلام عليكم عليكم السلام الحمد لله بعد اذنك عدة اسئلة الله المستعان السؤال اريدك في هذه الاشياء ان تحدثني عنها باختصار اولا الحاكمية ثانيا العمل الجماعي ثالثا المظاهرات وضعا الاحزاب خامسا مولاد احل البدع اذا كنت بقى خيرا بس يا ريت مارزنا كشف يا اخي هذه اسئلة كبيرة جدا ليصلح فعل اقتضاب انت تسألها سؤالا واحدا يجيبك عليهم الحاكمية الحاكمية محتاجة مجلدين العمل الجماعي محتاج تفصيل كله محتاج تفصيل بارك الله فيك السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازاي حضرتك يا شيف الحمد لله شارك الله فيك يا رب وياكم بقوله حضرتك يا شيف نعم انا مصدصة مصلحة حكومية طيب وفيها منشأ فيها صندوق اسم صندوق الفدمة الاجتماعية ها فاهم يا شيف نعم وبيختمه من كل موظف مثلا نسبة معينة من المال او من المرتب هذا صندوق الزمالة وفي نهاية الصندوق وفي نهاية الخدمة هي صندوق الزمالة يعطاب زي صندوق الزمالة لا تشتركي فيه وفي نهاية الخدمة بيقاته مثلا مئة وستين شهر او 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 حد وقت لا تشتركي فيه لا تشتركي فيه السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام بس مهدي يا فضلت الشيخ عزة بس استفتر منك حاجة عن الطول اللي انا سألتلك من قيمة شوية ها انا بعد ما حلفت حلفان على اخي وقلت لما مش اخد منك حاجة تاني اذا اخدت مالي فجي تاني يوم تبني الف جنيه بعد ما احبتك بالله يا اختي الالف جنيه اللي ادهملك هؤلاء نتيجة تشغيل او نتيجة القرض اللي اقترضوا منك لا وكان وقت الفلس ثلاث منك سوحران عليك الالف جنيه ربا 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 السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم الحمد لله صدل انا انا كنت دخل المسجد فقال لد كان جماعة بيصلوا فقال لد واحد وحده بيصلي فدخلت معي يا جوزي عن الصلاة بتاعتي دخلت المسجد اه لد اتنين جماعة بيصلوا مع بعضه ولد واحد وحده فوقفت مع اللواء في واحده صليت معي يا جوزي الصلاة بتاعتي يعني دخلت المسجد قاعد سوالك اه دخلت المسجد ليت اتنين بيصلوا واحد وحده بيصلي فوقفت مع اللواء بيصلي وحده لماذا يعني لماذا بتصلي مع الجماعة نسيت يعني نسيت الصلاة صحيحة اذا كنت نسيت اذا كنت نسيت الصلاة صحيحة لكنها تنشئ جماعة بعد ذلك في وجود جماعة قائمة لكن على كل ان الصلاة تصحوا للنسيان والله واعلم السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم من فضل حضرتك يا شيخ ايه رأي حضرتك في بنت لها ام لا تصلي اه وبعدين هي بتيجي تنصحة يعني الكلام ده فغضبا عنها ممكن تتعصب عليها او الكلام ده لا تتعصب عليها انصح او ذكريها والهدي هو الله وانجا هداك لتشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة يقول الاخ الراتب المعلق الرياضي الراتب المعلق الرياضي حرام راتبه مكروه ليس حراما ولكنه مكروه لانه يلغو واغلب كلامه لا فائدة فيه راتبه مكروه طيب كيف يتعامل مع اصاره اذا اسأوا اليه والى والدته يتعامل بالتي احسن اتعامل بالحسن ويصبر على اذاهم وسيجعل الله بعد اسر يسرى والله اعلم السلام عليكم سمعت يا شيخ كمية سؤال نعم حبيبك انا مطلب بلي ست سبعة شهر اه وابعت نفقة حضانت بنتي كل شهر السؤال انا ببعتش النفقة من غير اصار او حاجة تثبت ان انا ببعت النفقة فضعت اهل وكده بولي لازم ببعت نفقة الحضانت التخصى ديت بإصار لا 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 يلزم الإصال ولا شيء إلا اذا كان اهل الزوجة خونا او كان في اخائنا وستنكر لكن اذا كانت امينة او اهلها مؤمنون فلا يلزم إصال ابدا يعني اهلك فقط يحتاطون لك خشية ان تظلمك الزوجة المطلقة لكن اذا كان الامر يسيرا والمطلقة لم يعد منها غش او خيانة في هذا الباب فلا بأس هذا وسائل يسأل عن شيء من صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم اثناء المضمضة والاستنشاق هل تغترف غرفة واحدة جزء منها للفم وجزء للانف يفعل ذلك ثلاثا او يتمضمط اولا ثلاثا وبعد ذلك يستنشق ثلاثا كل بثلاث غرفات الاخير هو الاولى قد جاء حديث بالاول لكن تبين لي انه معلول اي ان الاختراف من واحدة جزء للفم وجزء للانف الرواية انتقدها فريق من الولماء ولكن قال الامام الشافعي ان فعل ذلك جاز والافضل عنده عند الامام الشافعي ان يتمضمط ثلاثا اولا ثم يستنشق ثلاثا ثانيا والله اعلم السلام عليكم عليكم السلام عليكم نعم بارك اللهم لكم يا شيخ وعليك اتفضلي اه الستة انا كنت بعمل في شركة مرموكة وكان انا ليست ليلة اولاد وكان كل عملي وكل مفلوسي على اولاد اخي و اولاد اختي وحصل من بعد المشاكل في السكن فضلت ان انا عاش مبكر بتبكرت والحمد لله انا خدت شقة هل الشقة دي ممكن دلوقتي وليست لدي اولاد او مال دلوقتي اولاد اخي بطاله معاملة نهائية حتى ابن اخي كبير خاصرني لاجل انا مدتلوش فلوس او حاجة دي كده هل الشقة دي ممكن اتمرع بيها ليها لأي مثلا اه جامعة ايتام او جانع او حاجة دي كده انتو بصدر جاريها بعد ما ماتي ولا رأيي فيها لكم ايه يعني هتوصي او لا او تكتبيها من الان عقد هبة او لا او اكتبيها بعد ما ماتي لا بعد الممات لا تجوز الا في السلس في السلس لكن الكلام على الهبة الان هل يجوز لك انتابيع من الان فهذا يجوز بعض العلماء اما الوصية فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ثلث ثلث كثير والله اعلم هذا واخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون الى انقضاء الوقت فبين يد الانقضاء اسأل الله ان يبارك في اخواني اصحابي هذه القناة وقناتهم وان اجعلها دائما وابدا منارة خير للاسلام والمسلمين اللهم امين وان يجازي اصحابها والعاملين فيها خير الجزاء وكذلك الدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات اوصي نفسي واخواني بذكر الله عز وجل والاكثار من ذلك والاكثار من الصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وكذلك برد المظالم الى اهلها مع كسرة الاستغفار سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة